أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أعلم مما كذب على الله وكذب بالصدق الجاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وسدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء عند رب ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يذلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مذل أليس الله بعزيز زنتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله كل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بزر هل هنك أشفاد زريا ورادني برحمة هل هن ممسقاد رحمة قل حسبي الله وعلي يتوكل المتوكلون قل يا كوم اعمل ولا مكانتكم إني عمل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ويحل عليها زاب مكيم إن أنزل عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإن لفسه ما ظل فإنما يدل عليهم وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الآف سحين موتها والتي لم تمر في منامي فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسلوا الأخرى إلى جريم مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا ميدون الله شفاعا كل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعكلون كل الله الشفاة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمع السدق الأمو الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه داهم يستمشرون كل اللهم فاتح السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباده فيما كانوا فيه يهتلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ونفتدوا بهم من سوء العذاب والكياما وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا حاك بهم ما كانوا بي يستهذيون فإذا مس الإنسان جرود عن سم إذا خولنا نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بلي فدنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما هو نعنوا ما كان يكسبوا فأسابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئي سيسيبهم سيئات ما كسبوا وما هم لمعجزين أولم يعلموا أن الله بسهد الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظلم جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنسرون فاتبوا أحسن ما أزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول لفسي حسرة على ما فردت في جنب الله ويكونت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم أسوأ للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفاذتهم لا يمسوا مسوا ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقارب السماوات والأرض والذين كفروا بآيات لا يولاكم الخاسرون كل فغير الله تأمرون أمني أعبد أيها الجاهلون ولن قد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبتن أعملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبلة يم الكيامة والسماوات متوية بأمين سبحانه وتعالى ما يشركون ونفق في السور فسعق ما في السماوات وما في الأذين لن شغل ثم نفق في أخرى فإذا هم كيام ينظرون وأشركت الأرض بنور ربي وغذي الكتاب وجي بالنبيين والشهداء وقدي بينهم بالحق وهم لا يذلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فسعق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقالوا لهم خذرتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم بقى يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين كي لدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسعق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم غذنتها سلام عليكم تبتم فدخلواها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وورسنا الأرض نتبوأ من الجنة لحيث نشاب فنعمى جنو الأميلين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وكذي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل الطاب شديد العقام زد طول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبوا في البلال كذبت قبلهم قوم نوحي والأحذاب من بعد وهمت كل أمة من رسوله ليأخذوا وجادلوا بالباتل ليدحزوا بالحق فأخذتهم فكيف كان يقوم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أسحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعد كل شيء وحمته وعلمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكيم عذاب الجحيم ربنا وادخلوا جنة عدن التي وعدته ومن صلح من أباء وسباج وسهريات إنك أنت العزيز الحكيم وقيم سيئة وناطق سيئة وميزن فقد رحمت وذلك هو الفوز العزيم إن الذين كفروا لا دون الأمقتب وأكبر من مقتب من أفسكم استدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا ما اتنسنتين واحيي تنسنتين فاعترفنا بجنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله ووحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياتي وينزل لكم من السماع رزقا وما يتذكر إلا من ينين فدعوا الله مخلسين له الدين ولو كلي الكافرون رفي الدرجة رفي الدرجة ذو العرش يلقي الروح من مره على من يشاء من عبادي لنزل يوم التلاك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك الجام لله الواحد الكهران اليوم ترسى كل لفس مما كسب لا ظلم اليوم إن الله سريم الحسام وأنذرهم يوم الآز فديد القلوب لدى الحناج لكادمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يتام يعلم خائنة الآيب ما تهفي السدون والله يقضي بالحك والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البسيط أولم يسيروا في الأرض فيعظون كيف كان عاكبة الذين كانوا من قبلهم كانوا مشد من قوة وآسارا في الأرض فأخذهم هو بزنوبهم وأنا كان لهم من الله من واق ذالها بأن كانت تأتي من رسول بالبي أنفق فأخذهم هو إنه قبيل شديد العقام ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عيدنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون يرون يقتل موسى ولد ربه وإن يخاف ويبدل دينكم ويزهر في الله الفساد وقال موسى إني أستو بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن منا لفرعون يكتم إيمانا وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وغرجاكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعلي كذبوا وإن يكو سادكا يسبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من ومسرف كذا يا قاملكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينسرن من بأس الله مجان قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيلا الرشان وقال الذي يمن يا قوم يخاف عليكم مثل يوم الأحذان مثل دأب قوم نوح وعادي وسمود والذين من بعدهم وما الله يريد ذلما للعباد ويا قوم يخاف عليكم يوم التنان يوم تولون مدبرين ما يذلل الله فما لو من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلق قلتم لئي بعث الله من بعده رسولا فذلك يذل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مغتا عند الله وعيد الذين من كذلك اتبع وعلى كل كلب متكبر يا جبار وقال فرعون يا ها ما نبلي شرحا لعن يبلغ الأسباب أسباب السماوات فتع لي إلى إلي موسى وإني لأذنه كاذبا وكذلك سجل لفرعون سوء عملي وسد عن السبيل وأما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي من يقام اتبع يهدكم سبيلا رشاد يقام إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخر يدار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكر أو أنس وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرذقون فيها بغير حساب ويا قوم ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعون ني لنر تدعون لي أكفر بالله يشنق بي ما ليس لي بعلمه ونا دعوكم من العزيز الوفار لا جرم أن ما تدعون لي ليس لو دعوا في الدنيا ولا في الآخر وأن ما ردنا إلى الله فأن المسرفين أسحاب النار فستذكرون ما قول لكم أفوذ ومر إلى الله إن الله بسير بالعباد فوق الله سيئة ما مكر وحاك بألف رعنس العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ودخلوا لفرعنا شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفا للذين استكبروا إن كنا لكم تبع فاللات مون أن نسيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إلا وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخف فأنا يوما من العذاب قالوا ولم تهد أتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى وقالوا فادعوا ما دعاء الكافرين إلا في ظلال إلا لناصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم النشاة يوم لا نفع الظالمين معذرتهم لهم اللعنة ولهم سود ولقد أتينا موسى الهدى وعرسنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولي الألباب فاصبر إن بعد الله حق واستغفر لدمك وسبح بحمد ربك بالعشي والبقار إن الذي يجادل في آيات الله بلأ سلطان نتاهم إن وفي سدور من كبر أماهم ببالئ فاستعب الله إن هو السمي والبسي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والبسي والذين آمنوا من الصالحات ولا المسي قليلا ما تتذكرون إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعو ليستجب لكم إن الذين يستكبرون العباد سيدخلون جهنم داخلين اللهم الذي جاعلكم الليل لتسكن فيه النهار مبصر إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا وفأن تؤفقون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات لا يجحدون الله الذي جاء لكم العظ قرار والسماء بناء وسوركم فأحسن سوركم ورزقكم من الطيبان ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا وفادعوا مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين كل إني نهيت أعبد الذي لتدعون من دون الله لما جاء البينة من رب وعمرت أن نسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم تفل ثم يتبلو وشدكم ثم يتكون شيخا ومن من من يتوفى من قبل ولتبلو أجلا مسمى ولعلكم تعكلون والذي يحيي ويميد فإذا كظامر فإنما يقول لكم فيقول ألم تر إلى الذين يجادر في آيات لا ين يسرفون الذين كذبوا بالكتاب بما أرسل به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناك ما السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم كيل لهم أينما كنتم تشركون من دون إلا يقع ذل وأن بل لم نكن دون قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الذي بغير الحك وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبوى وجهنم خالدين فيها فمئس مسوى المتكبرين فاسبر إن إلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسول أمي كبلك منهم ما قسسنا عليهم منهم من لم نقسس عليهم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جامروا وكذي بالحق يخسنون لك المبتلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلو علي حاجة في شدوركم ما يأتي فأي آيات اللي تنكرون أفلم يسيروا في الله فيعذروا كيف كان ناكبة الذين من قبل كانوا أكثر منهما شد قوة واشار في الأرض فما أغنع لهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسل بالبيناد فرحوا بمعنة من العلم وحاك بهم ما كانوا بيستهدئون فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحدا وكفرنا بما كنا بمشركين فلم يقع فعوهم إيمان لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات كرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعبد أكثر فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في كنة مما تدعونا إليه في أذان وكروا من بيننا وبيننا حجاب فعمل إننا نامل كل إنما نبشر مثلكم يوحى إليه إنما إلى هكم له واحد فاستقيموا إليه واستغفروا فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخر يمكافرون إن الذين ناموا وعملوا الصالحات لهم مجر غير قل أئنكم لتغفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوق وبارغ فيها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخار فقال لها وللأرض ائتية والنوكرها قالت يتينا طائعين فقضاه النسب سماوات وفي يومين ووحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الأليم فإن أعرضوا فقل أذرتكم سوعقة مثل سوعقة عاد وسمون إذ جاءتهم الرسل من مين يديهم ومن خلف من لتعبد إلا الله قالوا لو شاء ربنا لازل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافر فأما عدوا فاستكبروا في الأهد بغير الحق وقالوا من أشد منه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل العلم رحا سرسر في أيام حسات لنسيكم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخر يخذ وهم لا ينسرون وأما سمود فهدينا فاستحبوا العمال الهدى فأخذتهم سوائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذي ناما وكان يتقون ويوما نحشر وعضاء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما يجعوا وشهد علم سمعهم أبسارهم واجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لاجلود لما شهدتم علينا قالوا أنتكن الله الذي أنتك كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإلي ترجعون فما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعهم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم غسيرا مما تعملون فذلكم كانكم الذي ظننتم بربهم أردكم فأسبحت من الخاسرين فإن يسبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرنا فسينوا لهم ما بين يديهم ما خلفهم وحق عليهم القالوا في أمم قد خلق من قبلهم من الجن والنس لا تسمعوا لهذا الكرهان والغوفه لعلكم تغلبون فلنزيكن الذين كفروا عبابا شديدا ولنجزي النمس والذين كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم في دار الهلد جزاء منها كانوا بآياتنا يجحدون وقالوا وقال الذين كفروا ربنا لنا الذين يدلانا من الجن والأس نجعلهما تحت قدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاقة ولا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيما تشتهي نفسكم ولكم فيما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قالا مما دعا إلى الله من صالح وقال إنني من المسلمين ولا تستغي الحسنة ولا سيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبين وعدا ودلك أنه ولي حميم وما يلقى إلا الذي نسبر وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزل لك من الشيطان نزل فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنعار والشمس والكمر لا تسجدوا للشمس ولا للكمر واسجدوا لله الذي خلقون يكون مئة وتعبدون فإن استكبروا فالذين يدى ربك يسبحون نه بالليل والنهر وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا نزل علي الماء تزد ورب إن الذي يحيى لم يحيي الموت إنه على كل شيء قدر إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير من يأتي من يملك يمام اعمل ما شئتم إنه مما تعملون بصير إن الذي كفر بالذكر لما جاءهم إن لكتاب عزيز لا يأتيه الباتل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد ذكيرا للرسول من قبل إن ربك لدو مغفرة ودو عقاب أليم ولو جعلنا القرآن عجميا لقال لولا فصل الآيات أعجمي وعربي كله للذين منودا وشفام والذين لا يؤمنون في ذان مكر وهو عليهم عمام أولئك ينادون من مكان بعين ولقد أتينا موسى الكتاب فاهتن ففيه ولولا كلمة سبقت من ربك لكدي بينهم وإنهم لفي شك منهم مرين من عمل سؤالها فلنفسه ومن عسى فعليها وما ربك بذل لعبين